موسيقى نشرة الأخبار الرئيسة تاتيكم من قناة الاقتصادية الأولى وهذه أبرز عنويمها موسيقى توزيع ما يقرب 400 ألف عقار النأثي للموصف مرينة في الجنوب أهدف تحقيق وربح معركة الاكتفاء الذاتية موسيقى وزارة العدل تمنع الموافقين من إبرام عقود الوكلات المتعلقة بالمركبة الجديدة موسيقى وارهانو شانغاي أفاق التحاق الجزائر بعمالقة أسيا موسيقى وفي رياضة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم الجدل في مشاركة الأندية السعودية في تغرية أبطال أوروبا موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة بداية انكشفت زيارة الأخيرة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على عون للعديد من الوحدات الصناعية المحلية عن رغبة وإرادة أصحاب المؤسسات في تطوير قطاعي الصناعة وصناعة الصيدلانية في الجزائر من أجل ترقية المنتج المحلي ودخول الأسواق الدولية المزيد من التفاصيل في تقرير من النجاة خلال زيارة ميدانية قادت وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون إلى العديد من الوحدات الصناعية التي تنتج معدات طبية وأدوية للأمراض الخبيثة بمعايير دولية برزت في المقابل رغبة المؤسسات الجزائرية في مواكبة التطور العالمي في الصناعة من خلال سعيها لتجسيد الأبحاث العلمية على أرض الواقع والاتجاه نحو التصدير تمت الانتلاق في الأشغال في هذه المشروع ما بين 2016 و2017 و2023 تم منحنا اعتماد أول منتج وهو أبيراتيرون أسيطات الطاقة الإنتاجية للمؤسسات تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون كابسولة أو قرص الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج صوائل القابل الحقن ما بين 0.7 إلى 2 مليون واحدة نحن نرى ونرى أن يتواجده أنه يحدث يوجد محادي في هذه المجموعة لا يمكن أن نقره أبداً من الذين لا يريدون يعني أن تصوير مزعجحون من النشاكل إلى الانستيزيس دانتير وكذا لقد تحتصل على هذه المجموعة وفي ظل بيئة الاستثمار الجزائرية التي يتواجد بها العديد من الفاعلين الاقتصاديين أكد علعون على ضرورة استرجاع العقار الاقتصادية الممنوح في إطار الامتياز من المتقاعسين الذين لم يستغلوها لخدمة الاقتصاد كل من الاستسلم قد اعتقار في فترة ما انطلقش في الانجاز قانوني الطبق مهما كانت الوضعية تعالى لازم نسترجعوا الاراضي لأنه فيه مستطميرين لراهم يستنون العديد من المؤسسات تتجه إلى تجسيد أفكارها في السوق الجزائري كونه يعد فتيا وبحاجة للتطوير وإدخال صناعات جديدة إليها تساهم في إنعاش الدخل الإجمالي الوطني هذا وشدد أمس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على العون خلال أزيارة ميدانية قدته إلى المؤسسة العمومية كبام المختصة في صناعة الغرفة الصحراوية وشالهات وتحويل الخشب بعين بليلة أكد على ضرورة مطابقة هذه المنتجات المواجهة إلى المستهلك للمعايير المعبول بها كما حضر المتعمدين الاقتصاديين من استخدام أو من الغش في تصنيع هذه الشالهات وفي خبر آخر كدت وزارة الفلاحة وتنمية رفية أنه تم إلى غاية اليوم توزيع ما يقرب أربعمائة ألف عقار فلاحي في الجنوب لفائدة المستثمرين من أجل تعزيز الجهود الخاصة بتحقيق وربح معركة الاكتفاء في المجال الغذائي وتحديدا في مجال الحبوب وكشف مولود تريع المكلف بالدراسات وتلخيص لدى ديوان وزارة الفلاحة والتنمية رفية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى كشف عن تسوية الملفات الخاصة بعقود الامتياز المتراكمة منذ فترة طويلة ومنها تسليم العقود لفائدة الفلاحين الذين يستغلون أراضي فلاحية بدون عقود منذ الاستقلال سيتم قبل نهاية السنة الشروع في أشغال تهيئة محطات متر الجزائر في إطار توسيع شبكته على مستوى خطي الحراش مطار هواري بومدين وعين الأعجاب الراقي وكذا تجهيز النفق ووضع السكك الحديدية على طولهما ورقا في الموضوع لعبد المالك بالهشات ضمن مخطط فك الخناق المروري بالعاصمة ستشهد سنة 2026 تسليم مشروع توسعة خطوط متر الجزائر أكثر من 15 كيلومتر لاستكمال الخطين الرابطين بين الحراش ومطار هواري بومدين الدولي الذي يضم تسع محطات وخط عين النعجة وبراقي بست محطات والذي لا يزال في طور الدراسة وبخصوص توسعة متر الجزائر إلى الأحياء الغربية للعاصمة سبق وأن أكدت وزارة النقل أن المشروع في الجهة الغربية سيمتد على مسافة إجمالية قدرها 26.5 كيلومترات وهو يضم 24 محطة مبرمجة وتم تقسيم المشروع على ثلاثة أشطر يمتد أولها من محطة ساحة الشهداء إلى باب الواد ثم شوفالي على طول 9.5 كيلومترات ويضم ثماني محطات مبرمجة فيما يمتد الشطر الثاني من شوفالي إلى دالي براهيم والشراغة ثم أولاد فايت على مسافة 9.2 كيلومتر ويضم ثماني محطات مبرمجة أيضا أما الشطر الثالث بحسب الوزارة فيمتد من شوفالي إلى دالي براهيم والعشور ثم دراريا على مسافة تقدر ب7.8 كيلومترات ويضم ثمن محطات مبرمجة وسيتم بعد استكمال الدراسات النهائية لتوسعة مترو الجزائر نحو الأحياء الغربية رسد المبالغ المالية اللازمة لهذه العملية قبل تعيين مؤسسات الأشغال وفق القوانين المعمور بها دعت وزارة العدل جميع الموافقين عبر التراب الوطني لوقوف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي وأفادت المراسلة التي نشرتها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أفادت أن هذا القرار يهدف لوضع حد لعملية السمصرة في السيارة الجديدة كما يدخل في إطار محاربة المضاربة في سوق بيع المركبات الجديدة وتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية ودعت الغرفة الوطنية الموافقين رؤساء الغرفة الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموافقين عبر التراب الوطني حسب المصدر ذاته تحدث وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف خلال آخر ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة تحدث عن احتمال وإمكانية ضمام جزاء لمنظمة شنغاي فما هي أفاق انضمام الجزائر لهذه المنظمة؟ فاتمة زيري تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول العشر المنضوية تحت لواء المنظمة هو ما تسعى إليه الجزائر من خلال انضمامها إلى مجموعة شنغهاي الجزائر الجزائر الجديدة تقوم على رؤية جديدة وخيارات استراتيجية جديدة في مقدمتها العمل على قيام نظام عالمي متعدد الأقطاب وهذا ما تمثله منظمة شنغاي كما أن منظمة شنغاي ليست تكتل اقتصادي فحسب مثل منظمة البريسك بل هي تحالف وتعاون سياسي اقتصادي اجتماعي وثقافي وكذلك أمني انضمام الجزائر إلى شنغهاي من شأنه أن يمنحها للتكتل الأسيوي بعدا جديدا من خلال احتلالها موقعا استراتيجيا هاما كبوابة لإفريقيا ما سيساهم في رفع أرقام المنظمة بشكل كبير سيعطي للجزائر قوة ديبلوماسية ويزيد من أمنها والحفاظ على استقرارها في جو دولي متقلب أمنيا نجد أن معظم أعضاء تكتل من آسيا فقط فالجزائر ستقدم لمنظمة شنغاي موقع جيو استراتيجي موقع جيو اقتصادي تبادل اقتصادي سيرفع من حجم وأرقام منظمة شنغاي مع القرى الإفريقية إن مساهمة الجزائر في بنك شنغاي تعد لبنة أولى لضمان موطئ قدم في التكتل بالتوازي مع علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع أعضاء في المنظمة لأسيما الصين روسيا والدول الثمانية الأخرى الأمر الذي قد يبشر ببادرة انضمام جديد لأحد أقوى المنظمات عالميا دولياً ارتفعت تسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد تصريح داعم لأسواق الطاقة صدر عن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك وصعدت العقود الأجلة للخامة الأمريكية غرب التكسس الوسيط بنسبة 0.11% إلى 81.72 دولاراً للبرميل فيما ارتفعت العقود الأجلة للخامة العالمي مزيج براند بنسبة 0.09% إلى 85.32 دولاراً للبرميل وذلك وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ هذا وصرح نوفاك لصحفيين أمس بأن روسيا تناقش مع شركاء أوبيك بلاس إمكانية تمديد تخفيض صادرات النفط الخام إلى شهر أكتوبر المقبل توقع محللنا في قطاع الطاقة أن تمدد سعودية خفضة إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى نهاية أكتوبر المقبل حيث تسعى لدعم الأسواق إذ توقف ارتفاع الأسعار هذا الصيف بسبب المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي في الصين ويشكل تراجع الطلب مخاطراً على الرياض التي شهدت تراجع احتياطاتها الأجنبية إلى أدنى مستويتها منذ عام 2009 وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية وأقرت سعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في جوية الماضي فضلاً عن التخفيضات التي أجريت بالفعل مع الشركاء في تحالف أوبيك بلاس التي تمتد لنهاية 2024 فيما يتم مراجعتها على أساس شهري وفي القطاعي تقى دائماً ترجعت المخزونة الأمريكية من النفط الخام بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي حيث هبطت 10.6 مليون برميل لتصل إلى 422.9 مليون برميل بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وأرجعت الإدارة السبب في تراجع المخزونات لأدنى مستوياتها منذ نهاية العام الماضي الاعتفاع الصادرات والطلب الداخلي القوي من مصف النفط وأوضحت بيانات والإدارة أن مخزونات البنزين تراجعت بدورها بـ 200 ألف برميل الأسبوع الماضي لتهبط إلى 217 مليون برميل فيما كانت التوقعات تشير إلى تراجع بنحو 90 ألف برميل فقط اتهبت المدعية العامة في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترومب بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامي 2011 و2021 وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوة مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرمات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك أن ترومب وبعض شركائه قد قدموا أرقاما مضخمة بشكل صارخ للمصارف وشركات التأمين لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل وأظهرت الوثائق عن ذلك المخطط أن تجابئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة كما أن ترومب وأبناؤه متهمون أيضا بخفض قيمة بعض أصول المجموعة التي تشمل نوادي جولف وفنادق فاخرة وغيرها لخفض ضرائب المترتبة عليهم وفي فرنسا اقترح وزير النقل وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران في أوروبا من أجل محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة لوبسارفاتوغ إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة وضف أن بيع تذكرة الطائرة بعشرة يروهات في فترة التحول البيئي لم يعد هذا ممكنا فهو لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض في إشارة لسياسات التصعير لدى شركات الطيران المخفضة التكلفة وأكد الوزير الفرنسي أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة الحقيقية لكل ركب نسفر بالطائرة والتي تطلق غازات دفينة أكثر بكثير من القطار كما يتوقع أن تدرجى ضرائب إضافية على شركة الطرق السريعة وتذكرة الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024 وفي رياضة حسم السلفيني أليكسوندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل المطار حول احتمالية خوض الأندية السعودية لمنافسة دور أفطال أوروبا وتحدث في مقابلة نجرها مع صحيفة إكيبا الفرنسية عن الطفرة الهائلة التي يعيشها الدورية السعودي خلال الفترة وفترة الانتقالات الصيفية الفين وثلاثة وعشرين بالقول أن الدورية السعودي ليس خطرا لقد رأينا نهجا مماثلا في الصين حيث اشتروا لعامين في نهاية حياتهم المهنية عبر تقديم الكثير من المال لهم لكن النتيجة هي أن كرة القدم الصينية لم تتقدم ويتأهل منتخب الصين إلى كأس العالم بعد ذلك وضف عن مشروع كرة القدم السعودية إذا فعلوا ذلك فيجب عليهم العمل على تدريب اللعبين والمدربين وعن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في بطولة قال هذا يهم وسائل الإعلام ولكن ليس مجتمع كرة القدم الأوروبي كثيرا لكنه أو لكنني لا أعتقد للحظة يقول أن هذا قد يهدد ملع ملعبنا أو مسابقتنا الرياضة وبهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بأهم ما جاءكم فيها تفزيع ما يقارب أربعمائة ألف عقار في لحيل المستثمرين في الجنوب بهدف تحقيق وربح معركة الاكتفاء الذاتية كما تبعتم وزارة العدل تمنع الموثقين من برامع عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة ورهان شنغايا فقل الالتحاق الجزائر بعمالقة أسيا أما في الرياضة فتبعتم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم الجدل في مشاركة الأندية السعودية في دور أبطال أوروبا مشاهدين شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر